إذن متابعين كرام كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة هذه بضعة صور مسربة للحظة دفن بعض الجتت وأقول بعض الجتت فقط لعناصر مرتزقة البوليزاري وبعض القياديين والذين تم استيادهم مؤخرا خلال اليومين الماضيين من طرف الطائرات المستيارة المغربية أثناء محاولتهم الاقتراب من المنطقة العازلة وكما ذكرنا كان من بينهم يوسمى قائل ناحية السادسة والمسؤول عن عملية سمار الإرهابية وبعض العماصر الآخرين حسب المعلومات المتابعين الكرامة التي توصلنا بها تقول على أنه أثناء دفن هاد الجتت في مخيمة الدول العار في تندوف تعالت بعض الأصوات ضد بن بطوش وضد قيادة مرتزقة البوليزاريو وتتهم قيادة مرتزقة البوليزاريو أو يتهمون قيادة مرتزقة البوليزاريو بأنهم يدفعونهم نحو الانتحار وهنا أقصد العناصر اللي كانوا حاضرين في هذه عملية الدفن دفن هاد الجتت ديال الهالكين لتهم قيادة مرتزقة البوليزاريو بأنهم يدفعوهم نحو عمليات فاشلة ونحو الانتحار ونحو دخول مناطق محرمة التي هي بطبيعة الحال المنطقة العازلة وضيف إليها الآن مناطق شمال موريطانيا وبالتالي يقال على أنه ساد نوع من الفوضى أثناء دفن جسد ديال الهالكين حسب ما رأيناه من خلال الصور التي عرضناها في بداية هذا الفيديو وكما أكدت تسريبات صوتية من داخل مرتزقات البوليزاريو على أن هناك نوع من العسيان تجاه الأوامر للقيادة المرتزقات البوليزاريو أي أن العناصر المرتزقات مبقوا قادرين على أنهم يحاولوا على أنهم يغامروا بحياتهم في محاولة يائسة وبائسة للاقتراب من المنطقة العازلة أو الدخول للمنطقة العازلة فهي البوادر ديال العسيان ديال الأوامر ديال المرتزقات البوليزاريو بدأت تظهر في الأفق دفع على ذلك بطبيعة الحال الاشباكات المسلحة التي تبدأ طارة هنا وهناك في مخيمة الدول العار في التندوف الوثيرة ديال الطبيعة الحال أقول دائما على أنها ترتفع والمخيمة ديال الدول العار في التندوف هي قنبلة موقوطة غدت الفاجر عاجلاً أو مآجلاً في نظام حضرات الجزائر وفي قيادة مرتزقات البوليزاريو متابعنا كرام أراكم في فيديو قاعدة ترجمة نانسي قنقر